موسيقى نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية نستهلها بأبرز العنوين نائب رئيس الجمهورية يجري اتصالا بقائد محور بيحان اللواء بحيبح ويطمئنه على سير تطبيع الأوضاع في بيحان بشبوة موسيقى مصرى 13 عنصرا من الميليشيات والجيش يستكمل تفكيك ثلاثة حقول الغام في شبوة موسيقى ميليشيات الحوثي الإيرانية تفتد مواقعها في نهم والجيش يتقدم نحو صنعا موسيقى من العنوين إلى التفاصيل بعث فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساة إلى أيلول عبد أحمد الصيادي وجميع إخوانه في استشهاد والدهم العميد الركن عبد الصيادي أركان حرب اللواء ثلاثمائة وأربعة عشر والذي يستشهد وهو يشرف على العمليات العسكرية التي يخوضها الجيش الوطني ضد ميليشيات الحوثي الإيرانية في قرية الحول بمديرية نهم شرق صنعا وشد فخامة الرئيس بأدوار الفقيد النضالية وشجاعته ومواقفه الناصعة خلال مشوار حياته الحافل بالتضحية والعطاء وأعرب فخامته عن بالغ حزنه ومواساته بهذا المصاب سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان بعث فخامة الرئيس عبدالرب منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساته لأولاد وأقارب وكافة أسرة آل الشدادي عزاهم فيها بوفاة مدير عام مكتب الرئي السابق بمحافظة أبيان منصور صالح الشدادي وعبر رئيس الجمهورية عن حر التعازي وصادق المواسات بهذا المصاب الأليم سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء ومواسات في استشهاد العميد الركن عبدالصياد أركان حرب اللواء ثلاثمائة وأربعة عشر وهو يرابط في ميادين البطولة والشرف ضد ميليشيات الحثي الإنقلابية في جبهة نهب محافظة صنع وأشهد نائب الرئيس بمناقب الفقيد وأدواره البطولية مع زملائه وأبنائه من ضباط وصف وأفراد الجيش الوطني وتجسيدهم لنماذج مثالية في التضحية والفداء في سبيل خدمة الوطن والوفاء بمبادئ وشرف العسكرية وعبر نائب الرئيس في البرقية عن أصدق التعازي والمواسات لأسرة وأقارب الشهيد وزملائه ومنتسبي اللواء ثلاثمائة وأربعة عشر وتعازيه في كل الشهداء الأبطال الذين يقاومون أو يقاومون بشرف ميليشي الحوثي في مختلف الجبهات سينا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اتصالا هاتفيا بقائد محور بيحان قائد اللواء ستة وعشرين مشاهل ومفرح بحيبح للإطمئنان على سير الأوضاع بعد نجاح أبطال الجيش الوطني في تحريرها وشد نائب الرئيس بالبطولات وتضحيات اليسيم التي قدمها أبطال الجيش الوطني مؤكدا بأن تلك التضحيات والدماء الزكية التي سالت على تراب يمننا الطاهر ستحقق النصر الكامل والقريب إن شاء الله وثمن خلال الاتصال الهاتفية دور الأخوي للأشقاء في دول التحالف أو دول تحالف دعم الشرعية وما قدموه من إسراد جوي وعسكري ولوجستي في سبيل دحر الميليشيات الحوثية الإيرانية التي تحاول العبث بأمن يمننا واستقرار المنطقة جانبه اطلع أو اطلع اللواء بحيبع نائب الرئيس على المستجدات والجهود المبذولة في تثبيت الأمن والاستقرار وعودة السكينة والحياة الطبيعية إلى بيحان بعد احتلال ميليشيات الحوثي للمنطقة وممارستها مختلف الانتهاكات بحق أبنائها معبرا عن الشكر والتقدير لاهتمام ومتابعة القيادة السياسية أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اتصالا هاتفيا بقائد اللواء الأول حرس حدود العميد هيكل محمد حنتف للإطلاع على المستجدات الميدانية وانتصارات أبطال الجيش في محافظة الجوف وعبر نائب الرئيس خلال الاتصال عن تهانيه وتبركاته بتحرير منطقة الجاشر في محافظة الجوف من قبل قوات الجيش وتمكنهم من دحر ميليشيات الحوثي الإيرانية التي تحرص جاهدة على زعزعة أمن واستقرار المنطقة والجمهورية مثمنا جهود وتضحيات أبطال الجيش وإسناد ودعم الأشقاء في دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وأكد نائب رئيس اليمهورية بأن القيادة السياسية بقيادة فخامة رئيس اليمهورية ماضية في استكمال عملية التحرير حتى بسط سلطة أو سيطرة الدولة على كل شبر في اليمن وتخليص اليمنيين من معاناتهم التي تسبب بها الحوثيون منوها إلى ضرورة توحيد الصف والتفاف كل أبناء الشعب اليمني خلف قيادة الشرعية بما يؤسس لاستعادة الدولة وبناء اليمن الاتحادية المكون من ستة أقاليم جانبه أطلع قائد اللواء الأول حرس حدود نائب رئيس اليمهورية على المستجدات والملاحم التي سطرها أبطال الجيش في وجه ميليشيات الإنقلاب مؤكدا استكمال دحر الحوثيين من قبل رجال الجيش الذين يتحلون أو يتحلون بمعنويات قتالية عالية اطلع نائب رئيس اليمهورية الفريق الركن علي محسن صالح خلال لقائه مع وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور منصور علي بجاش على الجهود المبذولة في العلاقات الخارجية والعمل الدبلوماسي لبلادنا اطلع نائب رئيس اليمهورية على جهود الخارجية والنجاحات التي تحققت لتوحيد الموقف الدولي واجمعه على رفض الانقلاب مثمنا مواقف الاشقاء والاصدقاء ودعمهم لشرعية ابناء الشعب اليمني وامنهم واستقرارهم كما شدد على ضرورة مضاعفة الجهود السياسية والدبلوماسية والتأكيد في مختلف المحافل الدولية بان الشرعية تسعى لتحقيق السلام وفقا لمرجعياته الثلاثة المتمثلة في المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الامن الدولي باعتبارها الضامن لامن اليمن واستقراره وقدم وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية شرحا لليهود المبذولة من قبل الوزارة بقيادة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجي عبد الملك المخلافي ومساعي الحشد الدولي والاقليمي تجاه القضية اليمنية وبإسهام ومشاركة كبيرة للدبلوماسية الدول تحالف دعم الشرعية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية الشقيقة معبرا عن الشكر والتقدير لاهتمام ومتابعة نائب رئيس الجمهورية بعث رئيس الوزراء دكتور أحمد عبيد بن دغر برقية عزائن ومؤساة لأيلول عبد أحمد الصياد وجميع إخوانه في استشهاد والده العميد الركن عبد أحمد الصياد أركان حرب اللواء 314 أثناء إشرافه على العمليات العسكرية التي يأخذها الجيش الوطني ضد ميليشيات الحوثي الإيرانية في قرية الحول بمديرية نهم شرقي العاصمة الصنعاء وأعرب في برقيته عن بالغ حزنه وعميق مواساته بهذا المصاب الجلل مشيدا بمناقب الشهيد الوطنية الذي عمل بكل تفان وإخلاص في خدمة وطنه من خلال دوره البطولي بدفاعها عن اليمهورية والدولة الاتحادية في معركة الخلاص ضد مشروع إيران الإرهابي وقال رئيس الوزراء عرف عن الشهيد عبد الصياد شجاعته ونضاله المشهود كما عرف عنه قائدا عسكريا مؤهلا وخاض معارك الشرف مع رفاقه وزملائه أبطال الجيش الوطني لتحرير العاصمة صنعاء كما أعرب الدكتور بن دغر عن صادق تعازيه وعظيم مواساته لأسرة وذوي وأقارب وزملاء الشهيد الصياد سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان تؤكد حكومة الشرعية برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر أنها ماضية في تطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة ومواصلة مسيرة التنمية والبناء رغم التحديات الصعبة التي تواجه الحكومة إلى التفاصيل ليس من محظر صدفة أن يتولى الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئاسة الحكومة في هذا الظرف المعقد والتوقيت العصيب كيف لا وهو صاحب الخبرة والشجاعة والإغدام لم تمنعه التحديات الصعبة والظروف المعقدة من الاستمرار والإصرار على مواصلة السعادة الدولة المنهارة بفعل انقلاب الميليشيات في الشمال والجنوب هو بن دغر إذن يواجه مشروعين قاتلين يهدف لتقويض عملية بناء الدولة ويسعى بن دغر ومعه شرفاء هذا الوطن نحو السعادة الجمهورية والحفاظ على الوحدة الوطنية ستبقى راية أكتوبر عالية وخفاقة وستبقى راية الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر شامخة لن يهزم الأعداء هذه الثورة ولن يهزم سبتمبر وأكتوبر وسنحافظ على ماء العظيم بنظام جديد نحن نصنعه بأيدينا وبتوافقنا وبمشاركة واسعة من الذين ينظرون إلى المستقبل بتفال ويرون اليمن بحجم الأوطان الكبرى ويرونه منبع العروبة والإيمان نعم انتصرت وستبقى ولن يتمكنوا منها ولا من نظامها الجمهوري لن تحكم الإمامة مرة أخرى اليمن الجديد لا بثوب الحوثي أو حميد الدين ورغم التحديات الكبيرة التي تقف أمام حكومة بن دغر في العديد من الملفات الاقتصادية والأمنية والسياسية إلا أنها استطاعت أن تنجح في إعادة تطبيع الأوضاع في المحافظة المحررة ويعود لها الأمن والاستغرار وكذا صرف مرتبات الموظفين التي توقفت لعدة أشهر بن دغر بدأ رحلته في إعادة مسيرة التنمية والأعمار وعمل على استعادة هيبة القوات المسلحة والأمنة التي انكسرت تحت سطوة الإنقلابيين الذين دمروا كل جميل في هذا الوطن يا أحفاد أكتوبر وسبتمبر يا أحفاد الثورة اليمنية سنمضي أيها الجنود البواسل أبطال المقاومة في استعادة الدولة وفي الدفاع عن الشرعية وسنرفع عاليا راية الجمهورية وسنقنع شعبنا كل شعبنا اليمني بالمثل الطيب بالمثل الطيب بالدولة الاتحادية مشروع عبدربو منصور هادي ومشروع كل البول الوطنية فهي المخرج فهي المخرج الآمن لأزماتنا وهي سبيلنا للنهوض والتقدم وهي وسيلتنا للحرية والعدالة في السلطة والثروة فالاتحاد قوة وهو في ذات الوقت ديمقراطية وحقوق مكثفة وهي التجربة الإنسانية التي حققت العدالة وحافظت على الدولة والشعب إذن هي دعوة لكل أحرار اليمن بأن يلتفوا حول حكومة بن دغر التي استطاعت أن تحقق نجاحا كبيرا نوم الموسى خلال فترة وجيزة استشعرت من خلالها مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية أمام أبناء الشعب اليمني وأخرجت الوضع الاقتصادي المنهر من عنق الزجاجة ليكتب بذلك التاريخ حكاية أنجاز لحكومة عملت في ظروف حرب وتشضي وواجهت كل المعوقات فصنعت فجرا جديدا وعهدا حديثا لمستقبل اليمن ياسر هادي قناة عدن الفضائية استنكر وزير الإعلام معمر الإرياني بشدة الممارسات الانتقامية التي تواصل ميليشيات الحوث الإيراني ارتكابها بحق قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الإنقلاب وأوضح أن هذه الإجراءات الانتقامية التي وصلت حد إصدار أحكام قضائية بسجن الصحفيين وملاحقتهم واقتحام المنازل ونهب الممتلكات واختطاف النساء تخالف كل القيم والأعراف وتؤكد حقيقة النهج الإرهابي لهذه الميليشيات الإجرامية وما تحمله من حقد دفين لكل مكونات المجتمع وأطيافه السياسية وأكد الإيراني أن العاصمة المؤقتة عدن استقبلت خلال الأيام الماضية العشرات من القيادات السياسية والإعلامية في المؤتمر الشعبي العام وأن الحكومة والسلطة المحلية بعدن وكافة المحافظات المحررة وبتوجيهات ومتابعة من فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية حافظه الله ونائبه الفريق علي محسن صالح وبمتابعة من دولة رئيس الوزراء دكتور أحمد عبيد بن داغر ستقدم كل الدعم والرعاية للنازحين من بطش الميليشيات الحوثية وطلب الإيرياني كل المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والناشطين والحقوقيين إلى توثيق وإدانة جرائم الميليشيات الحوثي الإيرانية بحق اليمنين وآخرها جرائمهم بحق قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام والتي تشكل انتهاكا خطيرا وغير مسبوق للقوانين الدولية أدانى التكتل اليمنية البريطانية لدعم الشرعية توحش ميليشيا الحوثية الإنقلابية على المواطنين الآمنين في صنعاء وفي مختلف المحافظات من أعمال قمعية وإرهابية تشكل إعدامات للأبرياء وانتهاكات لحرمات المواطنين ومصادرة ممتلكاتهم بدون وجه حق كما دان التكتل في بيان انتلقت وكالة الأنباء اليمنية سبا نسخة منه استمرار الميليشيات الإيرانية الحوثية حصار مدينة تعز واستهداف الأبرياء بالمدفعية والأسلحة الثقيلة واستمرار دول الجوار بصواريخ إيرانية واستهداف دول الجوار بصواريخ إيرانية باليستية بشكل متكرر ومتعمد والتي كان آخرها صاروخ الذي أطلقته الميليشيات يوم الثلاثاء الماضي على مدينة الرياض ودعا التكتل كافة القوى الوطنية والخيرة إلى توحيد الصف وجمع الكلمة ولقوف موقف ثابت من أجل العمل بكل قوة وإخلاص في سبيل تحرير كافة التراب اليمني من الميليشيات الإنقلابية ولقوف خلف الشرعية والتحالف وصولا لتحقيق الدولة المدنية الاتحادية المكونة من ستة أقاليم تسودها قيم الحرية والعدالة والمواطنة والمساواة وينعم بجوار آمن وعلاقات إيجابية متحابة مع جواره الإقليمي في الخليج والمنظومة العربية والإسلامية صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 128 صوتا لصالح القرار الرافض لأي إجراءات يقصد بها تغيير طابع مدينة القدس أو وضعها أو تكوينها الديمغرافي وحصل القرار الذي تقدمت به الجمهورية اليمنية باسم المجموعة العربية وبتأييد واسع من المجموعة أو المجموعات المختلفة وفي مقدمتها مجموعة الدول الإسلامية ودول عدم الانحياز على تأييد 128 دولة ومعارضة 9 فيما امتنعت 35 عن التصويت وقد بدأت الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة طارئة أمس الخميس بطلب من اليمن وتركيا للتصويت على مشروع قرار يرفض اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل ويؤكد القرار أن مسألة القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي الذي يتعين حلها عن طريق المفاوضات وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأربت الجمعية العامة في قرارها عن الأسف البالغ إذا القرارات الأخيرة المتعلقة بوضع القدس وأهبت في هذا الصدد بجميع الدول أن تمتنع أن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس عملا بقرار مجلس الأمن رقم 478 الصادر عام 1980 وتطالب الجمعية العامة جميع الدول بالانتثال لقرارات مجلس الأمن والمتعلقة بمدينة القدس الشريف وعدم الاعتراف بأي أجراءة أو تدابير مخالفة لتلك القرارات وكررت الجمعية العامة الدعوة لإزالة الاتجاهات السلبية القائمة على أرض الواقع والتي تعرق الحل الدولتين وإلى تكثيف وتسريع الجهود الدولية والإقليمية والدعم الدولي والإقليمي الهادفين إلى تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط دون تأخير رحب البيت الأبيض الأمريكي بقرار تحالف دعم الشرعية في اليمن فتح ميناء الحديد اليمني بما يسمح بدخول المساعدات الإنسانية والسلع التجارية وجدد في الوقت ذاته إدانته الشديدة لإطلاق ميليشيات الحوثي صاروخا باليستيا بتجاه العاصمة السعودية الرياضة وقال البيت الأبيض في بيان إننا نرحب بإعلان قيادة التحالف عن هذه الإجراءات الإنسانية مؤكدا أن واشنطن لا تزال منتزمة بتخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن وأضاف البيان أن الولايات المتحدة تدين مجددا وبأشد العبارات قيام ميليشيات الحوثي بإطلاق صاروخ باريستي باتجاه الرياض في التاسع عشر من ديسمبر الجاري وأكد أن الحرس الثوري الإيراني هو من يمكن تلك الميليشيات من إطلاق تلك الصواريخ باتجاه المملكة العربية السعودية ولعل البيت الأبيض مجلس الأمن الدولي لتحميل إيران مسؤولية انتهاكاتها الصارخة والمتكررة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلاة لقي أربعة عناصر من ميليشيات الحوثي الإيرانية مصرعهم في كمين نفذه أبناء منطقة الحيمة شرق تعز وذكر مصدر محلي لوكالة الأنباء اليمنية سبأ بأن ميليشيات الحوثي دفعت بتعزيزات عسكرية بينها مصفحات ودبابات وعدد من الأطقم العسكرية إلى منطقة الحيمة بمديرية التعزية إلا أن أبطال المقاومة نصبوا لها كمين محكم أسفر عن مقتل أربعة من ميليشيات الحوثي وأشار إلى أن الميليشيات انسحبت إثر الكمين إلى خارج المنطقة إلى شبوة فقد استكمل الفريق الهندسي التابع للواء الحزم بمحافظة شبوة وبالتعاون مع المركز الوطني لنزع الألغام من تفكيك ثلاثة حقول الغام زرعتها ميليشيات الحوثي الإنقلابية في أماكن متفرقة من مديرية عسيلان وأوضح رئيس الفريق المشترك النقيب المهندس عبدالله المصري العقيلي لوكالة الأنباء اليمنية سبب أنه تم العثور على ثلاثة حقول الغام كبيرة وتم تفكيكها في قرية مقاربة وصوفة وطريق جنة غرب عسيلان إلى ذلك لقي ثلاثة عشر عنصرا حوثيا مصرعهم في غارة لطيران التحالف استهدفت طقما عسكريا لهم في عقبة فضيحة الرابطة بين بيحان والبيضاء وصلت قوات الجيش الوطني تقدمها في نهم شمال العاصمة الصنعاء وبمساندة من قوات التحالف العربي فيما فقدت ميليشيات الحوثي الإيرانية سيطرتها على جنوب العاصمة وأكدت مصادر ميدانية في مديرية نهم شمال شرق صنعاء استمرار تقدم الجيش الوطني باتجاه منطقتين مسورة ومديد وبات يضيق الخناق على عناصر الميليشيات الإنقلابية في المنطقتين بهدف تحريرهما قبل بدء مرحلة تحرير المديريات المحيطة والمتاخمة للعاصمة مباشرة ومنها بني حشيش وأرحب وواصلت وحدات من الجيش الوطني تمشيط المناطق الواقعة في جبهة يام وعلى رأسها ضبوعة من جيوب الميليشيات وقناصتهم وما خلف قتل وجرح في صفوف الحوثيين وفي صنعاء أكدت مصادر محلية فقدان الميليشيات السيطرة على مناطق عدة في جنوب المدينة نتيجة تجدد المواجهات وانتشار عدد من القناص المجهولين فيها والذين أوقعوا نحو 28 قتيلا في صفوف الحوثيين بينهم ثلاثة من أبرز القيادات المقربة من قيادات الميليشيات عبد الملك الحوثي خلال الأيام الماضية تواصل قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقدمها في جبهات محافظة صعدة كما عثرت على مخزن أسلحة وحقل ألغام كانت ميليشيات الحوثي الإيرانية قد زرعتها لعرقلة تقدم الجيش الوطني هذا العلم الجمهوري مرفوعا على امتداد هذه الصحاري والجبال والهضاب لكن ليس بإحدى المحافظات التي يسيطر عليها الجيش الوطني بل في عمق معقل ميليشيات الحوثي الإيرانية فبعد أن حررت المقاومة الشعبية وقوات الجيش الوطني مناطق واسعة في مدرية باقم والبقعي ومنبه الحدودية مع المملكة العربية السعودية يواصل الجيش والمقاومة تقدمهما ودحر فلول ميليشيات الحوثي تحت قطاء جوي لطائرات الأباتشي وقطاء ناري للمدفعية بقصف مكثف على مواقع وتحركات المتمردين الحوثيين تم بحمد الله وشكره الاستولاء على جبل صباح طال الذي يبلغ طواله حوالي ثلاثة كيلو متر في السطح وعرضه أمكن كيلو ويحتوي على التباب في داخله والتي تكمن استراتيجته في قطع خطوط الإمداد عن الميليشيات الحوثية التي تمد منفذ علب وقبل شعير وقبل القمع ميليشيات الحوثي اعتمدت في معركتها على زرع آلاف الألقام للحد من تقدم الجيش لكن إصرار وخبرة الجيش والمقاومة مكنهما من العثور على تلك الألقام التي تظهر حجم الحقد على المواطنين التي قد تكون سببا في إزهاق حياة الأبرياء كما تم العثور على العديد من الأطقم العسكرية والأسلحة المختلفة والذخائر ومخازن الأسلحة في عملية عسكرية نوعية ومحكمة هذه التطورات الأخيرة في محافظة صعدة تؤكد عزيمة الأحرار في الجيش الوطني والمقاومة المضي نحو تطهير محافظة صعدة من هذه الميليشيات القاصبة للسلطة والوطن ياسر هادي قناة عدل الفضائية قال مصدر عسكري أن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير منطقة الأجاشر بمحافظة الجوف وقال المصدر أن قوات الجيش الوطني تمكنت من السيطرة على منطقة الأجاشر بشكل كامل بعد ساعات من فرض حصار خانق على الميليشيات الحوثية من كل الاتجاهات وأوضح المصدر أن المعارك أسفرت عن مصرع وجرح العديد من عناصر الميليشيات الإنقلابية وأسر ستة من عناصرها أثناء محاولاتهم الفرار ووفقا للمصدر فإن الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني تعمل على نزع الألغام التي زرعتها الميليشيات خلال فترة سيطرتها على المنطقة قصفت ميليشيا الحوثي الإنقلابية عشوائيا بمختلف الأسلحة الثقيلة منازل وممتلكات المواطنين في قرية الزوب بمديرية القراشية في بلاد قيفة قطاع رداع بمحافظة البيضاء وقال مصدر محلي لوكالة الأنباء اليمنية سبا أن الميليشيات الإنقلابية المتمركزة في جبال العليب والتعالب وجميدة قصفت بالدبابات وراجمات الصواريخ بما فيها صواريخ الكاتيوشا منازل المدنيين وممتلكاتهم بهدف إحراز تقدم نحو قرية الزوب دون جدوى وسط صمود أسطوري لأبناء القبيلة وضاف المصدر أن أبناء قبيلة الزوب يخوضون بأسلحتهم الشخصية معارك عنيفة مع الميليشيات المتمركزة في مواقع محيطة بقريتهم أسفرت عن سقوط قتلى من الحثيين بينما أصيب ثلاثة من أبناء القبيلة حتى اللحظة إلى أبيان فقد دشنت قيادة الأمن بمحافظة أبيان في زنجبار أرضا عسكريا لكافة الوحدات الأمنية بالمحافظة مؤلنة بداية تنفيذ خطتها الأمنية للحفاظ على الأمن العام وتفعيل نشاط الأجهزة والوحدات الأمنية في أبيان حيث عبل رجال الأمن من خلال العرض العسكري عن مستوى الجاهزية والاستعداد الكامل للعمل والانضباط والحفاظ على الأمن العام وفي حضور وكيل وزارة الداخلية المساعد للقطاع الأمن اللواء أحمد علي مسعود والعميد الخضر علي ناصر المحثوثي مدير عام أمن أبيان وعدد من القيادات الأمنية في محافظة أبيان وفي كلمة للواء أحمد علي مسعود وكيل وزارة الداخلية حيى في مستهلها جميع الحاضرين من القيادات الأمنية والضباط وصف الضباط والأفراد وطمأنهم بإشان استمرار صرف الرواتب بانتظام وتوفير اللباس العسكري للجميع في سقطرة ناقش اجتماع برئاسة محافظة خبيل سقطرة أحمد السقطري مستوى الخدمات في مديرية قالنسيا وعبد الكوري وسبل تحسينها وأشار المحافظة إلى أن المحافظة تشهد تطورا كبيرا في كافة القطاعات الخدمية والحيوية وأن سلطة المحلية خاصة لمديرية قالنسيا مشاريع خدمية وتنموية ستنفذ خلال المرحلة القادمة نبقى في سقطرة فقد تفقد محافظ سقطرة أحمد عبدالله السقطري مناطق قبهة غرب المحافظة وطلع المحافظ السقطري خلال زيارته على أحوال المواطنين في مناطق قبهة والصعوبات التي تواجههم المتمثلة في القدمات الأساسية وضرورية مشيرا إلى أن زيارته للمنطقة تأتي في ظل برنامجه لجميع مناطق وقرى المحافظة النائية للوقوف على أهم احتياجاتها بمختلف الجوانب والعمل على تلبيتها في إطار جهود السلطة المحلية الرامية إلى تحسين من مستوى الخدمات في جميع مناطق المحافظة وطلع المحافظ خلال زيارته على وضع المدرسة المحورية في المنطقة مواجها بسيانة المدرسة وإضافة ستة فصول دراسية وكذا عدد ثلاثة وسائل لنقل طلاب من مختلف المناطق كما تفقد المحافظ سير العمل بمشروع الشبكة الأرضية لكهرباء المحافظة والمقدمة من دولة الإمارات في إطار جهودها الإنسانية والتلموية في المحافظة حيث شملت المرحلة الأولى من مشروع تركيب الشبكة في المدينة والمناطق المجاورة بطول 12 ألف متر دشنت جمعية التكافل الإنساني توزيع المساعدات الغذائية الشهرية لشهر ديسمبر الجاري المقدمة من برنامج الغذاء العالمي لستة آلاف وثمانمائة وستة وأربعين أسرة من الأسر الفقيرة والنازحة والمتضررة في مديريتي بيحان وإسلام بمحافظة شبوة وأشد محافظ شبوة اللواء الركن علي بن راشد الحارثي باستجابة جمعية التكافل لإغاثة النازحين والمتضررين من المديريتين من خلال هذه المساعدة الغذائية مناشدة منظمات الإغاثة المحلية والدولية إلى التدخل السريع لتقديم المساعدات العاجلة لإغاثة النازحين والمتضررين في المديريتين وأوضح مشرف جمعية التكافل الإنساني بالمحافظة جلال مهدي قسيبة أن إجمال عدد الأسر المستفيدة من المساعدات الغذائية الشهرية التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي عبر الجمعية في مديرية بيحان يبلغ أربعة آلاف ومئتي أسرة وفي مديرية عسيلان ألفين وستمائة وستة واربعين أسرة وصلت إلى العاصمة المؤقتة عدن سبعة وأربعين شاحنة تحمل مساعدات غذائية مقدمة من مركز الملك سلمان للغاثة والأعمال الإنسانية وأوضح المركز في بيان الله أن المساعدات الغذائية التي وصلت العاصمة المؤقتة عدن سيتم إرسالها إلى محافظة تعز ضمن مشروع توزيع ستة وسبعين ألف ومئتين وخمسين سلة غذائية تستهدف مديريات المحافظة وأشار إلى أن مشروع التوزيع يأتي امتدادا لأكثر من مئة وستة وستين مشروعا نفذها المركز في جميع المحافظات اليمنية لتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة التي يعيشونها دشنا وكيلا محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي والمهندس رشاد الأكحلي إشهار اللجنة المجتمعية للرقابة ومكافحة الفساد بتعز وتكريم 35 متدربا ومتدربة في البرنامج التدريبية الأول للرقابة المجتمعية إلى التفاصيل بحضر وكيلا محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي والمهندس رشاد الأكحلي ومدير عام مكتب الشباب والرياضة ومكتب الثقافة والعديد من المنظمات المجتمعية والشبابية والنسائية والمؤسسات الخيرية والتنموية أشهرت في محافظة تعز اللجنة المجتمعية للرقابة ومكافحة الفساد عن نفسها لتكون رديفا مجتمعي في مكافحة الفساد عبر الطرق القانونية والمسنودة بدلائل واضحة حتى يكون هناك تقويم فعلي للحياة العامة اليوم ندشن الحفل الإشهار لللجنة المجتمعية لمكافحة الفساد بالتعاون مع كافة المنظمات والمؤسسات والمجتمع المدني الذي سبقتها دورة تدريبية لعدد 35 متدربة ومتدربة من خيرة شباب أبناء محافظة تعز بالعمل الرقابي وأساسياته وبإذن الله تعالى بعد هذه الدورة سننطيق للميدان من أقل مكافحة الفساد يد بن بيد وبناء الدورة المدنية الحديثة والمؤسسات القائمة على العدلة والمساوأة ومن منطلاق تفعيل دورة المجتمع الرقابي للحد من الفساد بما يحقق النزاهة والمساوأ والعدالة المجتمعية وقيمت دورة تدريبية حول الرقابة المبنية على أسس علمية واضحة للرقابة المجتمعية طبعا نحن في اللقنة المجتمعية كان الهدف من إنشاء اللقنة المجتمعية هو سبب الحرب التي حصلت في المدينة خلال الفترة الثلاث سنوات وأدت هذه الحرب إلى غياب مؤسسات الدولة الرقابية الحقيقية فكان نحن كشباب وعملنا على مبادرة لإنشاء لقنة مجتمعية نراقب نرصد نوفق الاشكالات التي تحصل في المؤسسات في القطاع العام في القطاع الخاص في منطقة المجتمع المدني من أجل الرصد والتغطيق والمتابعة نحن لسنا بديلين عن السلطة الرسمية سلطة الرقابة والمحاسبة وإنما نعمل بالتنسيق على أساس نوصل صوت المجتمع نريد أن نوثق نرصد نعمل إعلاميا أكثر حتى تصل رسالة هؤلاء الناس إلى الجهة المعنية ويقوم بدورها إن إشهار الرقابة المجتمعية تهدف إلى إرسال رسائل بأن المجتمع يعي حقوقه المكفولة قانونيا وواقباته في بناء الدولة الحديثة المنشودة والتي ما زال اليمنيين إلى الآن يضحون بأموالهم وأولادهم وتسيل الدماء إكراما لحياة كريمة حرة على تراب اليمن الحر مكافحة الفساد جزء لا يتجزأ من بناء الدولة المدنية القائمة على المساواة وهذا بحد ذاته حرب معلنة بدأت من المجتمع المغلوب على أمره والقادر على إحداث التغيير بتكاتفه وتعاونه لإكتثاث الفساد عبر رقابة مجتمعية حاضرة نبقى في تعز فقد قام عدد من شباب تعز بوقفة في مقبرة الشهداء بعد انتهاء صلاة الجمعة للتعبير على حصار تعز من قبل ميليشيات الحوثي الإيرانية والتي تستهدف المدنيين والأطفال بقذائفها وقناصيها أطفال تعز ينثرون الورود والحياة على قبور شهداء تعز في مقبرة الشهداء منادينة بأن تقف الحرب والدمار التي ترسلها ميليشيات الحوثي الإيراني على المدنيين العزل بدون دم إننا في دمعة الوفاة التي خاطب فيها خطيبة الجمعة إلى توحيد الوجهة من أجل كرامة تعز وعزتها وخصوصا وإننا اليوم الأول من مئة يوم مضت على بداية حرب ميليشيات الإنقلاب على تعز هي فعاليات نوعية ورمزية يقيمها شباب تعز إحياءا لذكريات شهدائهم ووفاءا لهم اليوم هو اليوم الأول من الألف الثاني من أيام المقاومة لمواقهة أصابات الحوثي تأتي هذه الوقفة تعذيرا عن الوفاء للشهداء وتأكيدا للعهد مضيئا قدما نحو تحقيق كامل الأهداف إن شاء الله تعالى واستعادة الدولة وإسكارة الإنقلاب ثلاث سنوات وتأعز ترحاني من الحرب والحصار والدمار وقتل الأبرياء من أطفال ونساء وشيوخ أبناء تعز يقولون كفى في وقفتهم اليوم في مقبرة الشهداء قناة عدن الفضائية نعايم خالد تاز نظمت السلطة المحلية بمحافظة شبوة حفلة أبيين الفقيد المناضل والشاعر والبرلمانية الشيخ أحمد سالم عبادة الغسيلي برعاية فخامة رئيس الجمهورية المشير عبد الرب منصور هادي وبحضور وكيل المحافظة عبد الرب سالم الربيزي ومدير عام عتق علي عامر وألقى وكيل المحافظة فهد سالم التوسلي كلمة نقل تعازي وقيادة المحافظة لأسرة الفقيد الراحل المناضل الشيخ الغسيلي منوها بأدواره النضالية ومشاركته في مختلف مراحل وتاريخ الثورة اليمنية وشدد الوكيل التوسلي على ضرورة جمع موروثه الشعري والنضالي الضخم وتدوين سيرته الحياتية في كتاب وألقيت كلمتان عن أسرة الفقيد عبر فيها نجله الشيخ مسعود أحمد سالم الغسيلي والشيخ محسن عبد الله مسعود أمشلال مؤكدين بأن هذا الحفل يعكس مكانة الراحل الكبير بين أبناء شبوة وحبهم وتقديرهم العاليين لشخصيته الكريمة والمرموقة كما ألقى الشاعر الخضر اليبواني قصيدة رثاء جميلة في فقيد المحافظة الراحل الكبير أحمد عباد الغسيلي نالت الاستحسان كان هذا هو آخر خبر في نشرتنا ولن فاتته النشر هذا تذكير بأبرز العلوين نائب رئيس الجمهورية يجري اتصالا بقائد محور بيحان اللواء بحيبيح ويطمئنه على سير تطبيع الوضاع في بيحان بشبوة مصرع 13 عنصرا من الميليشيات والجيش يستكمل تفكيك ثلاثة حقول الغام في شبوة ميليشيات الحوثي الإيرانية تفقد مواقعها في نهم والجيش الوطني يتقدم نحو صنعان نهاية النشرة إلى اللقاء اشتركوا في القناة